في نقطة مصار جدل وحكايات دلوقتي هو الأهلي هيستلم الدوري إمتى؟ عفواً عفواً هو الأهلي هيستلم درع الدوري إمتى؟ هيستلموا مثلاً مباراة الزمالك هيستلموا في نهاية الدوري طب وليه ما يستلموش في مباراة الزمالك؟ بص دي حكاية جدلية دمها تقيل مش عايزين نقف عندها كتير والربط الأندية النهاردة خلصت الحكاية وقعت لك الأهلي هيستلم درع الدوري في مباراة حرس الحدود يوم 19 في استاد الكهرب عشان نخلص من الحكاية بس أنا واقف عند نقطة إنه في تعقيدات كده إحنا بنعملها لنفسنا في أي حاجة في أي حاجة في أي حاجة أهلي خلص دوري ما ياخد الدرع موجودة ما ياخد الدرع يعني ياخدوا بقى في مباراة الزمالك ياخدوا في مباراة حرس الحدود ياخدوا في أخر الدوري ما ياخد الدرع بس يبقى في حاجة مفهومة ووضحة خد بالك لحرس الحدود هي اخر مباراة للنادي الاهلي ولا مباراة الزمالك هي اخر مباراة للنادي الاهلي فبقى انك انت بشتدي الدرع في اخر مباراة فممكن تديه في مطش الزمالك ما ديتوش في مطش الزمالك فأتمنى يكون النادي الاهلي متقبل ده وميبقاش فيه اي حوارات على السوشيل ميديا وعلى بالنسبة للجماهير وبروك للنادي الاهلي الدور وده الاهم بالنسبة للنادي الاهلي وجمعين النادي الاهلي درع حاجة شرفية جميلة التكريم يعني أي وقت فقط من المناسبة درع الدوري ما زال في نادي الزمالك اتحاد الكرة ورابط الأندية طلبوا درع الدوري من نادي الزمالك عشان يتم تجهيزه لتسليمه للنادي الأهلي المؤكد خلاص أن درع الدوري مش هيسلم في المباراة القادمة مباراة الأهلي والزمالك ده بالنسبة للدرع